ضيعت بقى نص عمرك وانت بتعملك كريب بالطريقة العادية جربت بقى تعمليك كريز بزي الفراخ بصراحة النتيجة غير متوقعة بالمرة حاجة كده يا جماعة رهيبة بجد بجد لو جربتوه مرة هتدمنوه على طول يلا بينا بقى نشوف عمال ناس زي بس يا لت في الاول ما تبخلوش علينا باللايخ في الاول خالص هنشتغل في الخلاط علشان ده المتوفر في كل بيت فبنجيب الخلاط نحط فيه 3 بيضات عليهم 3 كبيات من اللبن علشان بس في الدول العربية لم يعرفش اللبن اللي هو الحليب هنحط عليهم كمان 3 كبيات من الدي وتلات معلق كبار من الزيت يعني البيضة بيبقى وصدها كبية من اللبن كبية من الدي معلقة كبيرة من الزيت وهنضيف كمان معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر وهنشغل الخلاط ومشاء الله زي ما انتوا شايفين الخليط بينضرب معايا في منتهى السهولة وده بيكون قوام عجينة الكريب معنا بيكون قوامه بالشكل ده هنغطي بقى عليه وندخله التلاجة حوالي ربع ساعة لحد ما بنجهز الحشو معنا الحشو بقى كان عندي كده لحمة كنت شويها كنت لحمة يعني ايه سلقها وبعد كده شوتها عايز اقول لكم طبعا كنت عاملة كيلو فالكيلو كان كتير علينا قوي فبقيت الكمية قلت استفيد منها وقطحها كده القطع الزغيرة واعمل بيها الوصفة دي وجبت كمان بصلايا يكون حجمها كبير وبدأت اقطحها لشرائح يكون حجمها رؤية جدا وجبت كمان اتنين من الفلفل الاخدر وقطعتهم لشرائح رفيعة بالشكل اللي انتوا شايفينه وجبت كمان قطعة من الفلفل الاحمر والفلفل الاصفر وده طبعا اختياري ممكن تستغنوا عنه خالص وتستكفوا بس بالفلفل الاخدر وكمان معايا كده طماطم شيلة البزر منها ضروري جدا ان احنا نشيل البزر منها وبرده هنقطحها لشرائح رفيعة وبعد بقى ما خلصنا كل كمية الخضار اللي معنا بنجيب بقى طاصة على النار والنار في الاول بتكون عليها هنحط فيها مكعب من الزبدة وبعد كده هننزل بقى باللحمة وهندها تشويحة حلوة وانا هنا مع اللحمة مش هحط اي بهارات خالص لان اللحمة اصلا كان فيها كمية بهارات كتيرة هقلبهم كويس مع بعض كده لحد ما بشوح اللحمة وبعد كده بقى بخرجها وحطها في طبق وفي نفس الطاصة بحط مكعب من الزبدة كمان عليهم كمان مع لقتين كبار من الزيت وبعد كده اول حاجة خالص بننزل بها هي البصل بدي كده للبصلة تقليبة بس في الاول بضيف عليها كده معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهقلب بقى البصل بس النور بتبقى أقل من وسط شوية وبعدين بقلبه لحد ما يتبل معايا هضيف بعد كده بقى الفلفل الأحمر والفلفل الألوان وهقلبهم كويس مع بعض هديهم كده تشويحة مع بعض وهضيف كمان بقى عليهم نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة نص معلقة صغيرة من السبع بهارات ونص معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من السكر ما تقلقوش السكر بيدي طعم حلو قوي قوي مع الوصفة دي بعد ما قلبتهم مع بعض كويس هنضيف بقى الطماطم وهديهم كده تشويحة مع بعض وهنزل عليهم بقى باللحمة اللي احنا مشوحينها في الاول وعلى نار اقل من وسط هغطي على الخضار وهسيب بالزبط حوالي 3 دقايق لحد ما بينزل السوائل اللي موجودة فيه ويجيلي ايه متشوح وجميل بالشكل ده مش قادرة بقى اقول لكم يا جماعة على ريحة الخضار مع اللحمة بالطريقة دي عاملة زي جميل جدا 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 وهنركن بقى اللحمة على جنب الحد ما بينجهز عيش الكريب بنجيب طاصة على نار اقل من وسط هندهنها دهنة خفيفة خالص من الزيت وبنجيب بقى عجينة الكريب وبنجيب فينجان الشاي هنحط على قد 3 اربع الكمية بتاعته بالزبط من عجينة الكريب وهنرفع الطاصة على النار ونبدأ كده نحط الكريب على طرف الطاصة ونبدأ بقى نحرك العجينة يمين وشمال هللي ايها بتتوزع معانا في منتهى السهولة يا دوبك ثواني بتلاقي كده ان عجينة الكريب بدأت تتحرك معانا في الوقت ده نقدر كده نقلبها على الناحية التانية ويا دوبك برضو ثواني قليلة اول لما نحس كده ان الكريب اخد لون من تحت على طول بنخرجه هنبدأ بقى نخلص الكمية كلها طبعا ما شاء الله يا جماعة ما بياخدش اي وقت خالص امشوا على الخطوات مظبوطة هيتلع معاكم احسن عيش الكريب وممكن تعملوا في حياتكم كلها ما شاء الله 3 كبيات ميني دي اعملوا معايا 10 وحدات من عيش الكريب بالشكل اللي انتو شايفينه وما شاء الله مظبوط جدا زي ما انتو شايفين كده طبعا ممكن بقى نغطي عليه ونحطه كده في اكيس ونحتفظ به في الفريزر لو انتو محتاجين مثلا انتو تخزنوا كمية واتطلعها وتستخدمها في الوصفة على طول بس انا هنا هستخدم العيش ده على طول في الوصفة فبيجيب كده قطعة من عيش الكريب وحط كده في النص الحشو بتاعت اللحمة وزي ما انتو شايفين هنا ان انا بدأت اقفل العيش من على الاطراف في الاول وبعد كده بدأت بقى الفه على شكل رول هنخلص بقى الكمية كلها وطبعا كمية اللحمة او كمية الحشو اللي انا عاملها عملت معايا بالضبط من العيش سبع وحدات من العيش اما بقيت كمية عيش الكريب احتفظ بيه في كيس واحتفظ بيه في الفريزر عشان يعني ايه لو انا هستخدمه مرة تانية خلاص كده الكريب ببقى جهز معايا تعالوا بقى نجهز الخلطة بتاعتنا فجبت طبعا كيس كريزبي وده طبعا بيتباع في اي سوبر ماركت ولو مش متوفر عندك ممكن تستخدمي فيجيتار ممكن تستخدمي اللي موجودة عندك هيقدي الغرض وجبت كمان طبق واسع حطت في بيضة عليهم كمان كباية من اللبن وضفت شوية ملح وشوية فلفل اسود وخلطتهم كويس مع بعض ورجعت بعد كده ضفت عليهم ثلاث معالق كبار من الدي وقلبتهم بقى كويس مع بعض وهنا بقى لو انت مش بتحب البيض خالص ممكن تستغنى عنه وضيفي ايه اللبن وبس خلاص وتكملي بقيت الخطوات هنجيب بقى الكريب في الاول خالص بنحطه في الخليط السائل ونبدأ نحركه بالشكل ده وبعد كده بنطلعه من الخليط السائل ونحطه في الخليط بتاع الكريزبي ونبدأ نحركه ونضغط عليه ضغطة خفية خالص بادينا لحد ما بيجينا بالشكل الجميل ده يا جماعة الفكرة دي بجد اختراع فكرة جميلة جدا وحلوة قوي وبتودي طعم الكريب في حتة تانية خالص هنجيب بعد كده تسع على النار نحط فيها مكعب من الزبدة النار بتكون اقل من وسط وبعد كده بقى هنبدأ نوزع عليها الكريب وطبعا في الوقت ده يا ريت بس لو تنزلوا تحت في الكومنتات وتكتبوا لي بتتابعوني من انهي بلد انت عارفيني انا بحيب بشوف كومنتاتكم جدا وبفرح بيها وفعلا بحاول على قد مقدر ارد على اكبر جزء فيها بعد ما الكريب اخد لون من تحت كده بابدأ اقلبه على الناحية التانية ولازم اخلي ياخد لون على الاربع اتجاهات اللي هو موجود فيهم تمام خلاص كده زي ما انتم شايفين ان انا حركت الكريب على كل ناحية وبعد بقى اما خلاص كده حست ان هو اخد لون جميل هبدأ اخرجه على طول وكمان كنت عايز اسألكم على حاجة ان شاء الله محتاجيني الايام الجاية الفيديو هتكون صامت ولا بصوتي طبعا رأيكم يهميني جدا فيرت بس لو تسيبوا لي اراءكم تحت في الكومنتات شايفين بقى جماعة كده شكل الكريب عامل ازاي الكريب ده بقى يعني غير بقى اي كريب عاملناه قبل كده الكريب ده طعمه جميل جدا 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 وبجد لو جربتيه بالطريقة دي هتنسى اي طريقة عاملت بها كريب قبل كده تعالوا بقى انقطعوا مع بعض واريكم شكل حشوة اللحمة مع الكريب عاملة ازاي تعالوا بس كده افتحوا شايفين طحفة يا جماعة ولا طعمه ولا رحته اظن بقى بعد المنظر الامر ده انا عايزة الكومنتات كلها مفيش فاغل تسلم ايدك يا موليلي لايك بقى لو عجبكم الفيديو ربنا يحسن ما بين ايدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة